من هنا ومن هناك اللقطة الأولى النمروت طاغية زمان إبراهيم النبي النمروت غبي من أغبياء الطغاة ما هم الطغاة أغبياء خصوصا الذين ادعوا الإلوهية والربوبية وأعلنوا حربهم مع الله سبحانه وتعالى هذا الإله الغبي النمروت نمرود الخليل إبراهيم هذا أن نمرود هكذا يفكر بغبائه يريد أن يطلع على الله صنع صندوقا خشبيا صنح صندوقا وأركب في هذا الصندوق رجلا من أعوانه ونصب في وسط الصندوق عمودا وجعل على رأس العمود قطعة لحم كبيرة وشد أطراف الصندوق إلى أربعة نسور وجعل العمود عاليا بحيث أن النسور تشم رائحة اللحم وتنظر إلى اللحم فوق رؤوسها هو خدع النسور فتحركت النسور منطلقة باتجاه اللحم أرجلها مربوطة إلى أطراف الصندوق فحينما طارت باتجاه اللحم الذي هو على أعلى العمود طار الصندوق مع النسور النسور طيور قوية جدا وقادرة على حمل الأثقال إنها تصطاد الفرائس الكبيرة ثم تطير بها بهذه الطريقة أراد هذا الإله الأرضي الغبي النمرود أن يرهى وجه الله أن يطلع على الله سبحانه وتعالى من خلال هذا الرجل من أعوانه أن يصل إلى حيث الله كي يرهى وجه الله وبعد ذلك ينزل هذا الرجل مع النسور كي يصف للنمرود ما رأى هناك مشروع فحشل من الأساس صنع النمرود هذا وفشل الذي صنع فقد تهاوت النسور مع صندوق النمرود وصحب وصحب النمرود ماذا فعل النمرود بعد ذلك أراد أن يحارب الله فجيش الجيش خرج بكل قواته بعد أن طلب من البنائين أن يبنوا له برجا عاليا كي يصعد عليه ومن هناك يحارب الله أيه غباء عند الإنسان هذا حينما يصبح حمارا لإبليس فبنى البناءون له برجا عاليا وصعد هذا الإله الأثول صعد على البرج وطلع إلى الأعلى فلم يرى شيئا فهذا البرج مهما ارتفع سيكون محدودا لأن البنائين لا يستطيعون مواجهة الريح ومواجهة الضغط ومواجهة سائر الظروف الأخرى فهم يستطيعون أن يرتفعوا بالبناء إلى حد معين صعد الإله الأثول الغبي هذا لم يره شيئا فخاطب الله ثم بعد ذلك أطلق سهما من قوسه باتجاه السماء صوبه إلى الله أيهة مهزلة هذه هذا هو الغباء البشري فأطلق النمرود سهمه باتجاه السماء باتجاه الله كي يصيب الله بسهمه ما الذي عدد بعد أن أطلق السهم أحس بدخول شيء في أنفه في منخره بعوضة لكنها ما هي ببعوضة عادية بعوضة معدة لهذا الإله الأثول الغبي دخلت من أنفه من مناخره حتى وصلت إلى مخه إلى دماغه ونزل ذلك الإله الأثول والبعوضة تتحرك في داخل جمجمته بدأت تأكل مخه شيئا فشيئا ثم تتحرك في جوف جمجمته صنعت له ألم لا مثيل له لشدة ألمه كان يأمر عبيده وخدامه أن يضربوه على رأسه بالنعال الثقيل بالأحذية الثقيلة فكان العبيد والخدام يضربونه بالنعال وبالحذاء على رأسه المكرم وكلما ضربوه كان يصرخ بهم أن يجعلوا ضربهم شديدا إلى أن يدوخ من شدة الضرب يتوقف ضرب النعال على رأس الإله الأرضي الأثول على رأس هذا النمرود تعود البعوضة مرة أخرى تتحرك وتصدر صوتا مزعجا للنمرود فيطلب من عبيده أن يضرب رأسه مرة أخرى بالنعال وبالأحذية وهكذا دامت حياته على هذا المنوال إلى فترة ما هي بطويلة بدأ حجم البعوضة يكبر في داخل جمجمته وهو يستشعر ذلك في يوم من الأيام طلب من عبده أن يضرب رأسه ببلطة بفأس قال له إنك ستموت قال دعني أموت أضرب رأسي افتحه بهذه البلطة بهذا الفأس فضربه ضربه بالفأس على رأسه فكسر جمجمته فخرجت هذه البعوضة وهذا الكائن الذي أدخله الله إلى جمجمته بحجم العصفور خرجت بحجم العصفور وطارت وما أمسك بها أحد وقتل النمرود بهذه الطريقة بأمر منه أي إله هذا أي إله هذا هذه حكاية الغباء البشري هذه حكاية الغباء الطاغوتي هذه حكاية غباء أعداء الأنبياء أعداء الأولياء هي هي حكاية الغباء في واقعنا الشيعي ونحن نعرض عن فكر محمد وآل محمد وعن ثقافتهم الأصيلة ونلقي بأنفسنا في أحضان ثقافة أعدائهم نترك العيون الصافية النظيفة الطاهرة العذبة إنها عيون معارفهم ونركض وراء مراجعنا الأغذياء الذين من شدة غبائهم تركوا هذه العيون وذهبوا يكرعون ويغطسون في تلك العيون الآسنة المتعفنة الكدرة القذرة هذا هو الذي جرى علينا منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزة النجاف سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة وإلى يومنا هذا نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي